مرة تانية أهلا بحضراتكو لازمنا معاكو في الطريق التالت في الحقيقة كلمة ستالبوك ممكن ناس كتير تكون دلوقتي مش عارفة بالذات من المشاهدين كلمة معايير مهنية الأول في حاجة اسمها معايير مهنية آيفان في حاجة اسمها معايير مهنية يعني مفيش حد هيقعد القعدة لانا عادة دي كده هنجيبه من الدار للنار أو من بيته تعالى انت شكلك كويس بقيت مزيح كان فترة من الفترات الناس بتقيم الإعلامي أو الإعلامية بالشكل ولكن وجدنا مع الطفرة التكنولوجية والطفرة الإعلامية العالمية والانفتاح بدأ الموضوع معاييره مختلفة تماما ايه ده؟ ده احنا كنا فاكرين ان المزيحة دي مجرد عروسة كده حلاوة بنتفرج عليها والله دي مزيحة جميلة طب انا هستفيد ايه بجمالها لو هي فاقدة للمعلومة والثقافة المزيح ده شيك بس الشيكتو هتعمل لي ايه؟ لو هو ايضا افويد او يفتقد للثقافة طب مين يقول ايه؟ وازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ خليني بتوجه بكل الكلام ده لضيفي وهو صديق عمري وهو الازاعي الكبير والخبير الاعلامي الدكتور عصام الشريف اهلا بيك دكتور عصام الشريف اهلا بيك اهلا بيك نور ديني تسلم شكرا لك ولكل مشاهدينك خدت بالك انت من حتة مين يقول ايه؟ اعتقد ان الكلمة دي في تقدير البعض يعني بتلخص مشهد مهم قوي هو الاعلام ايه غير مين؟ يقول ايه؟ صحيح طيب ستايل بوك الناس كتير ممكن دلوقتي تكون متش عارف عن ايه كلمة ستايل بوك وايه اهميته؟ طب الاحدة اللي انا اعطها مع حضراتك دي كناس بيتكلموا في الاعلام وفي المعايير الاعلامية انا كمشاهد تلزمني ايه؟ او تخصيني في ايه؟ ما تكلمونا عام في التعليم وفي المناهج اللي تحزفت ما تكلمونا في تقديم الامتحانات باعتبار برنامج مهتم بتعليميا يعني ما تكلمونا في المستشفيات اللي مش عارفين ندخلها مش لقين غرفة علاية مركزة ولا 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 اقدر اقول ايه للمشاهد لاهمية هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم برحب بك طبعا صديق الحبيب الاعلام الجميل هان الدباني ولكل مشاهدين الطريق التالت ولكل مشاهدي الصح والجمال القناة اللي ليها اصول وليها مهنيتها هي فعلا بتسعى دوما ان هي اتطور من نفسها وده امر جميل جدا بدليل ان بتناقشوا على صفحاتك المرئية موضوع مهم زي موضوع المهنية في الاعلام ده امر مهم جدا وده الحقيقة المقدمة بتاعتك فكرتني بأرستو بيلخص جملة جميلة جدا انا حابب ان اقولها لكل مشاهدينك بالعامية مش انالتزم باللغة الفصحة مش مهم انت هتقول ايه المهم هتقوله ازاي اه صح صحيح وده المحك الرئيسي ده ماشيين عليه في الدول الغربية بشكل لا نتخيله حتى على المستوى الرئاسي ماشيين معاه بشكل لا نتتخيل كلنا فاكرين اوباما لما جاء جامعة القاهرة صحيح الافي اللي كان بيقوله النظرة ده محسوبة الوقفة محسوبة صحيح اتطل ليه الاولى محسوبة وهتتقالي ازاي وهتبقى عامل ازاي وبصص فين وإديك هتحركها ازاي فكل ده امور بتبقى محسوبة لانهم يدركون قيمة الكلمة هتتقالي ازاي الكلمة دي والقيمة والخطورة سيدنا النبي قالها صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحر سحر البيان صح فده امر طبعا مهم جدا واكيد ان شاء الله يعني نقدر نفيد كل مشاهدينك الكرام يبقى انا كده بقول المشاهد افهم تسمع لمين وبيقول ايه عشان تعرف تقيم صحيح طيب هو انا مش من حقي ان انا اطلع اقول يا جماعة انا شايف ان الموضوع ده غلط ولازم يحصل كذا وكذا وكذا كذا كده بالطريق اللي انا بكلم فيها دي ولا عشان اقول ده محتاج اقولها ازاي كأنك تلمح من طرف خفية الى موضوع هو المذيع من الحق ان يقول رأيه بزبط طبعا يعني من خلال كلامك احنا نستقل اجابة المذيع اللي يعرض رأيه بل يعرض اراء الاخرين بزبط وهنا المهنية والحرفية اللي كتير بدأنا نفتقده ان المذيع يطلع يقول رأيه على طول وكل الاراء يؤخذ منها ويرد صحيح طيب انت الوقت هنا ممثل عن الجماهير ومشاهدي القناة فما يصحش ان احنا نقول رأينا ثم نفاجأ ان رأينا طلع خطأ بزبط هنا الثقة بتكون معرضة للفناء للإهتزاز بزبط واكتر حاجة اللي لو فقد الثقة فيها هو الاعلام صعب جدا انه يبنيها تاني ترجعش خلاص دي عاملة زي طلقة الرصاص بالزبط كده لما بتطلع من مصهولة المثبس ما بترجعش انتهى الامر هي دي انتهى الامر طيب ما انا برضو في النهاية بابقى شايف ان فلان الفلاني ده حرامي وفاسد ومعايا مستند وانا موجود امام الكاميرا طب هو هنا مش طالما عندي مستند ومستند جايب بمصدره المهنية والصحفية والاعلامية اطلع اقولها ازاي من خلال الضيوف عنه الضيف المتخصص في هذه النقطة يعني كمان ما ينفعش ان احنا نتركها على عواهنها لا لان يبقى في الاول وفي الاخر ان احنا بندخل بيوت الناس بندخل اضاق تفاصيلهم بندخل اهم غرفة ممكن المشاهد يحب يختالي بها مع نفسه ويشوف الطريق التالت اذا انت دخلت الى اعمى خصوصياته يبقى لازم تكون على قدر هذه المسئولية طبعا وكلمة مسئولية هنا جاية من المسئولية كقيمة وجاية من المسئلة ايضا طبعا طب هو انا دلوقتي شايف كل الناس بتطلع تقول رأيها دلوقتي كل الناس بتطلع تتكلم بشكل مباشر وكأننا قاعدين على مصطبة مثلا هي جات علي انا يعني انا شو بتكلم عليك هاي ديبان خليني اقولك لسان حال البعض صحيح بيقول الكلام ده صحيح طب نقوله يا دكتور أسان لا مش موضوع جات علي هو الموضوع ان شوية الامور بقى فيها خلط ما بين الاحاديث في منتدى والاحاديث امام الكاميرا الكاميرا دي ده حاجة ده ده امر مقدس صحيح الميكروفون ده ده امر مقدس فكر زمان كلمة هنا القاهرة ها عادت تقولها ها دي يا حضر ست شهور تقول ايه بس ست شهور بتقول كلمة ايه هنا القاهرة وتقعد تسمع زميلك القدامة قد بتقولها القوارها مكتوبة قدامك ولا بتقولها كده لا ده احيانا كانت لازم تكتبها علشان رهبة الميكروفون هو ده النهار ده ما بقاش موجود الكلام ده هل هذا يعد من الاسباب اللي هو استسهال مهنة الاعلام يعد من الاسباب التي ايضا كانت سبب في فقدان الثقة بعض ما لدى المشاهد بدون شك يعني احنا لما نجي نتكلم على القيم الاعلامية هي مبنية على قواعد اربعة لو حبينا بس ندي المسميات دقة اكثر صحفي مصدر محتوى جمهور صحيح كل معيار من هذه المعايير الاربعة دورا قصص طبعا ده منظومة لوحدة الصحفي ادواتك ايه صحيح سواء بقى صحفي للكلمة المكتوبة لان ده بشكل عالمي ويطلق جرناليستاني اتعادك بتتكلم على المعايير كمان الدولية طبعا اللي احنا ما نقدرش نخرج منها بالمناسبة خالص خالص زي الطبيب هو حضرتك عرضت الوقت الموضوع التوك توك مثلا ما نقدرش نخرج عن هذه المنظومة ولكن زي ما ذكرت صراحة تطبيق القانون هو ده بس طبعا يعني شفنا توك توك ماشي على طريق سريع هنا الكاميرا واللقطة بميت بألف كلمة وبميت مقال خلاص انت وصلت الصورة الحقيقية بدون توجه ما هي الصورة ما بتكذبش بس يعني هي الصورة ما بتكذبش هي الصورة بتتكلم عن نفسك هنا نيجي لمعيار المصداقية تمام التوثيق ان انا بطلع لك حاجة موثقة انت كده خلاص مش هتقدر تكوح معايا ولا تقول لي كاني او ماني طيب في الفترة الاخيرة ظهر عندنا نوع من الاعلام بيسمون كده بينقصين بينقصين يعني الاعلام الرياضي اللي هو بحقيقة هو اعلام كورة ويه منذ ان ظهر هزا الاعلام وظهر الكثير من انهيار لبعض المعايير بدأنا نسمع عن بعض الالفاظ الخادشة الشتايم تبدل الاتهامات وكلام ما درسناهوش في اي ستايل بوك اي دولة في الاعلام بتاعها هل ترى انه يجب بالفعل الوقوف على مثل هذه النوعية من الاعلام لاعادة الصياغة من جديد؟ اذا لم نتدرب كانت الخسارة فادحة تاني معلش اذا لم نتدرب كانت الخسارة فادحة وكانت هنا انا ما قلتلكش ستكون الخسارة فادحة لان الخسارة هنا كانت حدثة ده لها تمهيدات وكانت حدثة ها فالتدريب طيب هو اللي هيقعد قدام الكاميرا اللي هيقعد امام المايكروفون هو عارف مسألياته بجد صحيح هو عارف من مواثيق الشرف الاعلامي الحفاظ على تراث الوطن وثقافته وهويته ولغته واخلاقياته وهنا ما بقولش فئة او مجتمع الوطن ده معيار من المعايير طيب انا الوقت مطالب اننا شوية الاهداف بتتغير لان اول مثلث بيقابلني في وضع هيكلة لأي حوار تلاتة جمهور اهداف موضوع الموضوع موضوع الساعة الجمهور فئات المجتمع المختلفة شرائح شرائح ان انا بيستهدفها لكن الاهداف وهنا يكمن يعني دوما الشيطان يكمن في التفاصيل الاهداف بتاعتي ايه؟ هو انا الهدف ان انا اعمل الشو الاثارة لمجرد الاثارة الاثارة عشان اعمل نسبة مشاهدة علشان اجيب نسب اعلانات ولا ان انا اعمل الشو واعمل نسبة المشاهدة لأحقق اعلانات ولكن بهدف اسمة لأحقق غاية نبيلة الاتنين يوصلوا يا فندي من لنفس الهدف انت هتحقق نفس الهدف بس كل ما هناك ان هل كل من جلس امام الكامير خاصة في المواضيع اللي هي من شأنها ان هي تؤجج مشاعر مبين اطياف مجتمعية او شعوب ودول خاصة الاعلام الرياضي انت فندي من المذيع اللي هيقعد قدامي الكاميرا انت من فضلك انت درست يعني استراتيجيات التلاقي عند الجمهور صحيح انا مش امنعك اللي انت تقول البوينت اللي انت عايز توصلها بس ازاي الرسالة لكن من فضلك هتقولها ازاي ازاي ده مهم ام يلقص طب هل انت يا دكتور عصحام مع برنامج رياضي يبقى لازم لعيبك وراء او مش رياضي يعني للأسف احنا برضو عندنا خلط وخطأ ان احنا بنطلق على البرنامج الكاروي برنامج رياضي الرياضة اوسع واهم كتير من الكورة صحيح وهذا لا يقل طبعا من احترامنا وحبينا للكورة ولكن احنا نكلم معاهير بهناه هو عشان اعمل برنامج كورة ويلازم اجيب لها الكورة هو اللي اقدمه في ظل السوشيال ميديا والحقيقة الاستاذ ياسر عبدالعزيز كلمة قولة جميلة او فيها ان ما ظهر من مخاطر السوشيال ميديا ما هو الا قمة الجبل الجليدي قمة الجبل طيب السوشيال ميديا فرضت علي ان الجمهور مرتبط بهذا اللاعب باي اسم حازم امام يعني بغض النظر طيب جبنا سين او جبنا صاد بس من فضلك قبل ما تبدأ تعمل تغيير مصار لمهنتك اتضرب خد ادواتك بزبط فهنت هل خضعت لدورات تدريبية كافية لمخاطبة الجمهور الرياضي هل انت اتضربت على المفردات اللي هتبدأ تستخدر الحقول الدلالية اللي انت هتدخل جواها علشان تشوط الكورة تصل الى الهدف بشكل احترافي صحيح انت انتلكت الادوات دي طيب هو انا هخرج هكلمهم بنفس الصوت اللي انا بتكلم به يعني انا صوتي اجش شوية فانا هخرج للناس هكلمهم لا يا فندم هنبدأ نعمل تهذيب شوية بزبط تدريبات صوتية يعني لا ده هو لازم يكون عارف وموقن ان علشان تدخل المجال ده كل مجال اعلامي لادواته ده انت صوتك مش اجش بس ده انت صوتك اجش وما بتفصلش يعني ممكن يبقى صوتك اجش بس تنظم الجمل بشكل معين من خلال تدريب معين قد يتقبل الجمهور انما انت كده وما بتفصلش ماكينة طلقات شغالة الاخطر كمان انه لا لا يفطن الى استراتيجيات التلقي عند الجمهور وانت في الاول وفي الاخر انت مش تصل الى هيلاري كلينتون مثلا اللي كانت مرشحة قدام اوباما صحيح انتخابات رئاسية امريكية لكن بعد المناظرة ومعروف ان في امريكا المناظرات بتعلي من قدر وتنسف قدر اخر مناظرة من المناظرات كانت بين اوباما وهيلاري والتين من نفس الحزب حزب واحد يعني نفس القضايا ونفس الافكار ونفس المعالجات والاهتمامات بس الطرح ازاي وهنا بقى القوة بتبان صحيح خرج الاعلامي القضير وقتها وقال اني لأ هيلاري كلينتون بالمناسبة هي لها صورة كمان واركها اه يعني الاحداث تتواصل اه اي يعلك انها ذكرتني بامي عندما كنت صغيرا وكانت تدخل علي الغرفة وتصرخ في وجهي لماذا لم تنظف غرفتك اليوم الى هذا القدر فزع الى هذا القدر مش مقتنع حدة صوتها وطريقة اداءها الانتونيشن اللي بتستخدمه في الكلمات وصل الجمهور لهذا الامر فحكم لأوباما ولم يحكم لهيلاري كلينتون وهي الاقدر منه في هذا التوقيت من ناحية الخبرات ولكن حسبة لأوباما طيب انت كملقي لرسالة من فضلك لازم تضع في اعتبارك الجمهور اللي بيشوفك انت هتكلمه ازاي هتدخل للمقطة بتاعتك باي استراتيجية هتحققها معا ازاي وفي نفس الوقت انت هتصل برضو بالرسالة بتاعتك الى اعلى درجة من الكفاءة الاعلامية بس نمشي بشكل مهنية على ذاكرك لما قلت صديقنا العزيز فزيسر عبدالعزيز في حتة ان السوشيال اللي ظهر منه هو قمة الجبل الجليدي انتقل من الاعلام الى اعلام برضو بس تحت يعني عنوان سينما او دراما في مسلسلات او كده لانه بيخدم في وسائل اعلامية يعني الظهر عندي برضو كده موضة افلام البلطاجة والبلطاج الشهير الفنان الشهير انا ما بذكرش اسمه على فكرة برنامجي وده من القواعد ومن الستالبوك بتاعي كطريق التالت ان انا ما بذكرش اسمه يعني سواء مدحن او قطحن بقى نموذج انه قد اختلفوا ما بين ان احنا مجرد انعكاس للمجتمع فاحنا بنطلع كل اللي في المجتمع حلو كان او وحش هل فعلا انا مجرد انعكاس دون معالجة طب لو انا انعكاس فقط جاست اطلع البلطاجي بطل واسقفله في السلمة لما يقتل ويتبح ويبقى دا انعكاس الامر بيختلف هنا بقى من طبعا تعرف احنا القصد مين اه طبعا كان ليه حفلة مؤخرا اه العريام فيها دي اه كان ليه حفلة مؤخرا هو هنا مثاق الاشارة في الاعلام الحفاظ على اخلاقيات المجتمع كانت حاضرة بدون ادنى شك مغيبة تماما ودي احد الضوابط طيب هل الاعلامي فعلا انعكاس لمجتمعه هي الدراما الاعلام يرقى بمجتمعه مهمة الاعلامي انه بينزل خطوة علشان يعلى خطوتين ثلاثة بالمشاهد والجمهور ليه صحيح الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه رحمة الله عليه طبعا ارتقى بالفكر العلم ازاي انه نزل والبسيط كان بيشوف لمستوى المواطن البسيط وقدر يوصله المعلومة طيب هو المادة بتاعته علمية دي علمية ومقعرة نزل للبسيط ده ازاي بلغة حوار بس فالهدف حددنا الهدف سهل عليك ايصال الرسالة انا هدفي هنا ان انا بقى نجمي شباك بغض النظر عن المعيير والقيم والمبادل حتى لو على حساب الهوية اذا غاب المعيار الرئيسي تضخمت الانصاف رمانة الميزان اذا غابت لا تلومنى الى نفسك طيب هو ايه البديل علشان اوقف هذا الامر مواصلانا لو جيت الوقت يا سيزهان مواصلانا لو جيت الوقت يا سيزهان مواصلانا لازم نتعامل بمفردات الواقع لان السوشيال ميديا قمة جبل خطورته وفرض عليك يعني ضوابط او مش ضوابط خليني اقول ضغوط معينة طيب او بتبتزك خليني اقول انا مش اوصل لجمهوري عن طريق الشاشات بتاعتكم انا هوصل عن طريق اليوتيوب يبقى اذا هو وسيلة التواصل مع جمهوره هتبقى سهلة جدا يبقى الحل اننا ما ينفعش اقول قانون رادع قبل القانون الرادع لا يغيب عن اذهنة ان في جمهور عريض ارتبط بهذا الشخص اشترى مني ان انا زي استقطب هذا الجمهور وارتقي به الى الدرجة اللي هو يقول انا رفض هذا الامر هو رئيس عبدالفتاح السيسي في الخطاب الاخير في احتفالية عيد الام الجملة بسيطة جدا اللي قالها بسيطة ومؤثرة وقوية والعلاج من اقصر طريق لما قال يا جماعة السلعة لما تغلى ما تشترهاش هترخص منها لنفسها ده علاج مقدرش اقول قانون وفرض تسعير جبرية وا 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 أليات السوق اختلفت أليات السوق اختلفت والمنافسة بقت كتيرة ما بين افراد كثر وشركات نفس الامر انا عندي منتجين للدراما هدفهم رقم واحد مش معايير مجتمعي انا هدف اننا business is business يبقى انها لازم اتعامل معا بهذه الكيفية اوجدنا بقى البديل اللي لقيمة ومؤثر ومحبب الى الجمهور علشان اوقف طوفان الانهيار الاخلاقي اللي ممكن نشوفه معا مثالها اولا للأسف يعني ان بقى style حياة مش style book بقى بقى هذا النموذج style حياة للبعض والشريحة في سن خطر مه محتاجين انقاذ محتاجين عن الواقع في الوقت اللي بدأنا ندخل فيه في مثل هذه الاعمال الدرامية والسلمائية اللي البعض بيسميها بين قصينا الهبطة وانا اقول البعض يعني غازت اسوأنا دراما وافدة اشي هندية اشي تركية اشي سورية وغيرها الا يعد ذلك احد الثغرات اللي احنا محتاجين نقف عليها ونعيد صياغت ما نقدم للمشاهد الله نقطة رائعة نقطة بجد انا احييك على اثرتها وان كانت هي تستحق حلقة منفردة بالضبط نقطة مهمة جدا هنا مهمة اهل العلم ان هما يبحثون لنا الجزئية دي ليه صح ليه اعمال الدبلاجة غزت البيوت المصرية والدبلاجة كانت فيه اعمال بتبقى قريبة مننا شوية مقبولة مجتمعيا لكن كم المسلسلات الهندي ليه ليه غزت يبقى فيه تراجع للدراما المصرية وللمؤلفين المصريين وللانتاج على هذه الدراما كان بيقوم بالدور ده الحقيقة ما سبيره ده صحيح قطاع الانتاج ارجع كده بالسنين لورا عشر سنين خمستاشر سنة عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ما كنتش بتشوف ايه اعمال ديه لا ولاحظ ما كنتش بتشوف سجارة في المسلسل يا فندم ده كان دور الدور التاسع تقريبا رقبعة دراما في المسلسل ما شهد فيه سجارة ممنوع يا استاذ هاني علشان كان عمل دراما يقدم علشان ينتج دي لجنة بتدرسه ما يقرب من ست شهور يعني داخل بيت الناس بالضبط انا داخل غرف نوم الاسر المصرية وبالتالي لما جا شوف الاعمال دي هل تعتقد يعني عمل من الاعمال دي كان ممكن يكون بالشكل ده في وقت الدراما المصرية الحقيقية ده مستحيل رقفة الهجان ايه ده ده مستحيل يا رجل انا كنت في حوار سوق الحصر ايه ده استاذنا الكبير المهندس وسام الشيخ كنا في حوار كده من فترة حول تدني فعلا يعني سوق الدراما في مصر قالي اتمنى ان يعني تعود الرياضة المصرية من جديد اعتقد ان هذا العام في بعض المسلسلات فيها بعض هذه الضوابط اقول لك حاجة صادمون احنا بنختم فمش عايزين صادم بس مضطرين تفضل الموضوع ما بقاش متعلق بالدراما فقط الرياضة كانت فعلا مصرية في الدراما احنا شايفين الوقت تراجع ودي حقيقة هنغض الطرف ونغمض عينينا وندفن رأسنا خلاص يعني كانت شاؤون لكن الحقيقة لا الدراما الوقت المدبلجة اكتسحت طيب مش كده وبس بقى على المستوى الاعلامي الاعلاميين اللي بدربهم الشباب بالعرب مستوى بقى هاي القوي مستوى هاي القوي اللغة راقية النطق فرقي احنا عندنا هنا الوقت المشاكل بدأت تصل الى المدارس للأسف فحصة الاملاء وده بيلاقيها دكتور الجامعة لما بييجي يصحح الاوراق الاجابة حين اذن محدش عارف كتابه احيانا يا فندم يعني ريفرش كده شوية على البسطات اللي بتنزل على الفيس صحية وشوف والله بتكتب ازاي بالياء والله يعني امور كارثية والاطفال الوقت في ابتدائي يكتبون ما يسمعون والولد سمعها كده فكتبها كده فنيجي في الاملاء الدنيا كلها ضيعة قدام الولد صحية وعمال يطلع يطلع ويكبر على كده يدخل الجامعة يتخرج بنفس الطريقة هوية المجتمع في امس الحاجة الى تكاتف مجتمعي وتكلفة كبيرة بس هتحمي اجيال والتدريب يا فندم اذا لم نتضرب فالخسارة فالحة والتدريب مش عيب الكبير كان او صغير لمبتدئ كان او حد في سوء العمل التدريب دايما للرقي وللترقي على الفكرة في بعض الوظائف مترقاش فيها غير بالتدريب التدريب مستمر يا أستاذ حينا التدريب المستمر طيب انا سيبك تختم الحلقة دي بقى واستغلك شوية اختم لنا بقى حالة طريق التالت بقول لكل سادة المشاهدين طريق التالت معاكم هيرصد كل جديد وبجد قد ايه الأمر بيناقش بمهنية وبحرفية مع اعلامي قدير زميل وحبيبي هاني الدباني وان كانت شهاداتي الان مجروحة لانه صديق العمر لكن امام الكاميرا انتم الحكم الرئيسي اتمنى لكم اوقات هنيئة دوما مع كل جديد وقدمه لكم الطريق التالت الى لقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة